أميز الصف الخامس سأستكمل أنا وأنتم شرح الدرس السامن الأمير بشير ووالي مصر الجزء الثاني من هذا الدرس أولاً بشير والحملة المصرية على سوريا السؤال الأول لماذا سير محمد علي باشا حملة عسكرية على سوريا أو ما يعرف بالحرب المصرية العثمانية هي حروب جرت بالشام وهي تعاد بمثابة الجزء الأول من الصراع العسكري بين سوريا والدولة العثمانية أثناء حكم محمد علي باشا فمحمد علي باشا بعد مساعدته الكبيرة للدولة العثمانية وبالأخص في حرب الاستقلال اليونانية طمح بأن تمنحه هذه الدولة وهذه السلطنة ولاية الشام لأنه كان دائماً يسعى لحكم هذه الولاية وذلك لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية وغنى الأراضي بلاد الشام بالسروات الزراعية وغنىها اقتصادياً وهي كانت بوابة الشرق على الغرب أي أنها كانت تتمتع بصفات اقتصادية ملائمة لأي دولة واغتمح بأن يكافئه السلطان بمنحه ولاية الشام ولكنه لم يفعل اكتفى فقط بمنحه ولاية جزيرة كريت فرفض محمد علي باشا رفضاً قاطعاً وقرر القيام بحملة عسكرية على سوريا في أواخر عام 1831 وكانت هذه الحملة بقيادة ابنه البكر ابراهيم ابنه ابراهيم كان رجلاً قوياً كان يتمتع بدهاء كبير في الحروب كانت لديه تكتيكات عسكرية استطاعت بعبقريتها أن يصحق الجيش العثماني فاحتل بسهولة جداً فلسطين وأسقط عكا ومنذ اللحظة الأولى وقف الأمير بشير إلى جانب المصريين منذ دخولهم على فلسطين فزحفت حملة كبيرة بقيادة ابراهيم باشا على سوريا واستطاعت احتلالها واستطاعت ضم سوريا ولكن السلطان العثماني رفض الاعتراف بسلطة المصريين فقام ابراهيم باشا بالزحف داخل تركيا وأسر الصدر الأعظم الصدر الأعظم أي أنه السلطان العثماني في معركة قونيا قونيا هي تركيا اليوم وبعد هذه المعركة فتحت أمام الأمير ابراهيم باشا أبواب الأستانة فوجد الأوروبيين موقف صعبا عندما وصل إلى الأستانة ووجدوا أنهم سيكونون في تحت سلطة إبراهيم باشا فتدخلوا ضد إبراهيم باشا وفرضوا عليه عقد معاهدة كوتاهيا وهذه المعاهدة تقضي بالخروج من سوريا وعودة الإمبراطورية العثمانية لسيطرة على سوريا ووقفت ضد حكم المصري على سوريا وشكرا جزيلا لكم وهذا هو درسنا للمرة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر